أعلن مصدر مصري مسؤول أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة وده شيء مهم جدا أنه الناس يعني تشم نفسها مساعدات تدخل وياخدوا الوقود والغذاء والمساعدات الطبية يقدروا يقفوا على رجليهم تاني كمان أكد المصدر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار ومصر الحقيقة تدعو كافة الأطراف للتزام ببنود الهدنة وأعلن أيضا المصدر المصري المسؤول أنه سيتم الإفراج على 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال وذلك الساعة الرابع عصر الجمعة وأعلنت مصر أيضا مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة مزيد من التفاصيل والتحليل وما هي الهدنة والأهداف منها دكتور حامد فارس معي في الستوديو أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد مساء الخير مساء الخير يعني إحنا دلوقتي نقترب إلى بداية يوم الجمعة بإذن الله وكلنا بنأمل على أنه يتم تنفيذ الهدنة كيف ترى القصف يعني ساعات قبل بداية الهدنة القصف اللي شفناه على الهوى دلوقتي إسرائيل بتعطي رسالة أنها مستمرة في عملياتها العسكرية في الفترة القادمة حتى ولو قبل سويعات قليلة من بدء الهدنة في السابعة صباحا خاصة أن تصرحات يؤف جلنت اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أكد بشكل واضح أن العملية العسكرية بعد انتهي الهدنة ستستمر ما لا يقل عن شهرين آخرين وبالتالي هي دلالة واضحة على أن إسرائيل مستمرة بشكل واضح في عملياتها العسكرية إذا لم ينجح المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية في أن تسنيها عن هذا القرار الذي سيؤدي قول واحدا إلى التسع دائرة الصراع إلى العمل على سقوط الكثير من الأبرياء والضحايا داخل قطاع غزة إلى أن يكون هناك استمرار لكافة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وبالتالي المجتمع الدولي يتحمل وبشكل كبير وقف إسرائيل عن استمرار نهجها أحد الجانب في هذه الاتجاه